تزامنا مع تطورات متلاحقة أبرزها ما يجري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية كشفت إيران أمس عن أحدث صاروخ باليستي طويل المدى محلي الصنع وطائرات انتحارية بدون طيار في عرض للقوات المسلحة الإيرانية ويمكن للصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب أن يضرب أهدافا على بعد يصل إلى ألف كيلومتر بدقة متناهية وفق الإعلان الإيراني أما الطائرة فطورتها القوة الجوية تابعة للحرس الثوري وتعمل بمحرك نفاث يمكنها تدمير أهداف على بعد أكثر من ألفين وخمسمائة كيلومتر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال خلال العرض إن طهران لديها القدرات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف الحرب